قدي حزين جورج خبير إذا بتحكي عن شي عم يحكي عن حالو هالقد بتطلع صغير قدام عظمت هالحدث مين هو الكذاب الكبير؟ أنا لكل الناس ومسرحي كل عمره لكل الناس حقيقة مش قادر إضحك تضحك يعني صار في كتير صحفيين صار في كتير محللين في أثبت أخلاق؟ نحن شركاء في هذا الخراب وشركاء أساسيين مرحبا أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 13 من برنامج نفذ جديد يلي من قدمه دايما مع منظم الديق رقاي ضيفنا اليوم ما أنه عادة لأنه هو اللي عرف يضحكنا وعرف يبكينا وكأنه هو ما عرف يكون إلا إنسان إنسان حقيقي حط كل مشاعره كل غضبه كل فرحه وكل أمله بالنص بالأداء بالابتسامة وبالدمعة قدام الكاميرا على المسرح بالتليفزيون وبالسينما كتب أخرج دحك بكى ودايما بينطر كل بينطروا تايعرفوا شو بدوا يقول تايعرفوا بيدحكوا أو بيبكوا جورج خباز من المسرح للسينما للتليفزيون الأنظار عليه تايعرفوا هيدا الإنسان شو عم بيعمل بالفن شوش خباز أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مرسي جوزاف برنامجنا اسمه نفس جديد بس أنت دايما كان عندك النفس الجديد اللي بتحطه بكل الأعمال اللي بتشتغلها قدمت كوميديا سودة وبيضة وحمرة وخضرة قدمت كوميديا كل الألوان تا ما تكون مرتبط بولا مطرح بلبنان بعت فيه كوميديا ولا كله أسود ولا مرة كانت الكوميديا تابعة هي فقط لأجل الكوميديا كانت على طول نابعة من رحم الوجع من الألم من عبثية حياتنا كانت الكوميديا عندي نتيجة أو طريقة معالجة من خلال السخرية فيك تعالج أو فيك تبعد عن الموضوع وتشوفه بطريقة أوضح وأنضج وأعمق أول مرة كانت الكوميديا عندي نابعة فقط من الفرح من أجل الفرح أو الإضحاق بيمرق مواقف بيمرق إفعيات مثل ما بيقولوا بلغة المسرح بس عطول أعمالي كانت مبنية على قاعدة درامية على قاعدة نابعة من التنقضات ومن صراعات داخلية العلاقة نحن بصراعاتنا كإنسان بشكل عام كمواطن عربي بشكل أدياء وكمواطن لبناني بشكل خاص بيقولوا دايما الأشخاص اللي بيشتغلوا بالكوميديا بيكونوا هنا أشخاص عندهم مقاسة أو عندهم وجع بيحاولوه أدي حزين جورج خبال خبرة خبرية هيدا منا قاعدة يعني بيبقى يكون واحد بيقدر واحد تكون كوميديا أو بيشتغل بالكوميديا و بيروح و بيسهر و بيمبسط و بيكيف مش بالضرورة يكون حزين بس إجمالاً الفنان الحقيقي بيكون حساس إن كان كوميديا أو غير كوميديا بيبقى بيلقط بسرعة و بيعمل اقتباسات لواجع الناس و بيتبناها و بينتمل إلا و بيحولها إلى مشهدية ما تختلف الطرق عند الكوميديا تتحول بسخرية عند الدراماتورج تتحول بطريقة درامية تراجدية إلى آخرية ف مش قاعدة بس إنه كل كوميديا هو ردة فاعل على مأساة معينة لأ أوقات السخرية هي وسي أنا أولا مرة بعتبر حالي ممثل كوميديا أنا بعتبر حالي ممثل وأتعاطي الكوميديا من وقت لتاني لأنه شفناك كمان بالدراما بس 16 سنة على الخشبة متواصلين شو كان بدك تقول أول شي جي بدي أطلع على الخشبة كل بساطة أطلع على المسرح وإلعب شخصيات وأهرب من حالي وأهرب على حالي ووقف الوقت وأسبق الوقت وتركوا يسبقني وكل هالخبار من أسخف سبب أو من أبسط سبب لأن ما فيه سبب سخيف من أبسط سبب لأعمق سبب أني أطلع كل يوم على المسرح هيدا كانت الغاية بعدين أني أقدر أتواصل مع الناس لأنه بالنتيجة المسرح هو منبر أو فن تفاعلي فهيدا هو الهدف كل كان بدي أقوله أنه أنه أنا بعرف أعزل هوجزكم ومشاعركم وتنقضاتكم أعزلها أنا عطول بعطي هالمثل بتنزل على شط مليان بحص هذا الزلط الحلو مليان مليان تنقى واحدة بتاخدها بتغسلها بتحطها ببوكس إزاز بتضوي عليها بتعملها قطع إلى كين بحد زيتها هي موجودة بلا جميلتك بس أنت شو عملت عزلتها وهدي شغلتنا نحن بالمسرح نعزل المواقف والمشاعر والتنقضات والجدليات والهواجس والخوف والألأ نعزلوا بطريقة نغلفوا بطريقة ونضوي عليه هذا الكمبيد إنت أخر مرة طلعت على المسرح كانت 2019 عشرين أو دار 2020 يعني قبل بنهار من ما صار الحجر الصحي الكبير بدنا تحجر بالحجر الصحي ولا فيه سببتين ليش بعيد لا لا أول شيء كانت الحجة الحجر الصحي بحكيك صراحة لأنه أنا بعز دين ثابت 17-20 كنت عم بعرض مسرحة ما فيش يوقفني وقفتني الكورونا مع أنه أنا بجل الدب وكان جل دب جسر جل دب عيني مفيش مفيش ألف متر الفكرة أنه أنا أول شيء وقفتنا الكورونا بعدين بيزل الكورونا صارت الأزمة الاقتصادية أزمة كبيرة وصار عندنا أزمة تسعير أول شيء شو بدي سعر بطاقة شو بدي أدفع للعمال بالمسرح للممثلين بالمسرح للتقنيين للفنيين اليوم إذا شو بتدفع للممثل تفعلوا 20 مليون ليرة بالشهر ما بيكفوه بنزين من كسروان للمتن كل يوم تيجي على المسرح طيب أنت هايدي بكتخدها من حق البطاقة قداش تعم بطاقة كانت معدلك 20 دولار 30 ألف ليرة بالزمان هلأ العشرين دولار 600 ألف رح قللك عملتها 300 ألف إجى باي ومرتو ولادو اتنين حطو مليون ومثلين 1300 بنزين تبع حط نص معاشو يمكن أو ربع معاشو مش قادر يعني أنا ما فيي يقول للي مش قادر أو الطبقة الوسطى ومدون إجي أقول لهم هذا المسرح مش لقلكم أنا ما فيي يكون بس للطبقة الميسورة أنا لكل الناس including الطبقة الميسورة صح بس أنا لكل الناس ومسرحي كل عمره لكل الناس بالمضمون بيجي بالشكل بفروز ولأ وبعمل شهرين بس للطبقة اللي قادرة تيجي تحضر والأربع خمسة شهر التانيين اللي كنت كف فيهم مع كل الناس بكل طبقات الفكرية والاجتماعية والمادية وإلى آخرية وهيدا اللي كان يفرحني إنه بمسرح يلاقي الجد حد الحفيد والمسقف حد الأمة والمعه مصاري حد الوضع المادي متواضع هيدا اللي كان يفرحني إنه أنا قادر وحد مشاعر كل الناس بكافة اختلافاتها يضحكوا مع بعض ويزقفوا مع بعض ويصغوا مع بعض ويبكوا مع بعض ويقدسوا اللحظة مع بعض وهيدا دليل إنه القواصل المشتركة الإنسانية هي هي عند كل الناس بالعمق فيه يكفي لك كمان أسباب أخرى ما بتخليني هلأ افتح مسرحة واللي هي الأهم هو أزمة التعبير عن شو بدك تحكي؟ إذا بتحكي عن شي عم يحكي عن حيلو هالقد بتطلع صغير قدام عظمتها الحدث أو كبرها الحدث ما فيك تحكي عن شي عم يحكي عن حيلو هالقد شي عم يحكي عن حيلو أنت لسمح الله لن بتكون مريض مرض صعب ما بتكتب مذكراتك عن مرضك أنتو بالمرض أنتو بالمرض بيلك بالفايتينج بيلك كيف بدك تخلص من هالمرض كيف بدك تقومه كيف بدك ترتاح من أوجاعك من من إلى آخر لما بتخلص هالمرحلة وبتشفى بعد فترة تقعد بتكتب عن هالمرحلة بيوعي أكبر وبينضج أكبر بس الفن ما أنه أداة ما أنه سلاح بإيد الشعوب كان دايما بالأزمات ليس ما بحياته كان الفن الفن لما الحقيقة والأعمال اللي بقيت إن كان بالسينما أو بالمسرح أو التلفزيون حكيت عن الأزمات بمعظمة فيما بعد يعني من بعد ما قطعت الأزمات وشافت بينضج وبينضج وبينوعي وتعرف تحكي عنها إذا بدك تحكي عنها في ناس بتقول لك أنا ما بدي أحكي عن عن مرضي أنا هادة خلص صفحة وطويتا ما بدي أحكي عنها هلأ هادي بيذاكرة الأشخاص بأينا بيذاكرة الشعوب لأ في قصص لازم تحكي عنها أول شيء لما تنسيها وتنشي لتتعلم منها ولا توثقها بشكل أو بآخر بس هادة ما فيك توثق شيء موسق هلأ بين إيديك توثقه بعدين ولما بتوضح الصورة عرفت ألي يعني بالحرب اللبنانية إذا بتفوت بتفاصيل معينة بوقتها كان المتهم غير هلأ وكان الآدم غير هلأ وكان الثورج غير هلأ فمتلاقيه مرحب تفوت بالتسميات بس إذا من فوت بالتسميات عرفت ألي وردات الفعل على الإختيالات نرجع بعدين بنعرف مين اختال مين وكانت ردت فعل غلط على فبدك تطلع لبرة لبرات المرحلة بسنين وتطلع عليها بنضج وبوعيتها تعرف تحللها وتحكي عنها إذا بدك تحكي عنها إذا بدك تقدم كوميديا أو الوسيلة اللي أنا عبالي من خلالها أعبر طيب ما أنا من جوز علان كيف بدأ أقدم يعني كيف بد حقيقة مش قادر أضحك تضحك يعني في عدة عدة أسباب بس هيدا ما بيخفف شغفي للمسرح وما بيخفف من حبي لأرقى وصيلة التعبير اللي هي هالمنبر هيدا التواصل التفاعل الإنساني الجماعي الذي يكاد يكون المكان التجمع اللراقي الوحيد بعد دور العبادة فأكيد ناطره شغلك صالة شغلك صالة طبعا هو تقول لك شغلك ما برشح زيت لا أنا ولا أنت ولا حدا نحن منحاول كل يوم بصراع دايم مع ترابيتنا ومع روحنا كل يوم كل يوم كل يوم هذا أنت بصراع داويم روحك كبير يقد الدنيا وجسمك صغير بيهدني فجسمك محكوم بالألم نشنة فلسفة كتير بس أنه جسمك محكوم بالألم وروحك محكومة بالأمل وانت بصراع دايم بين بعضهم هلأ أوقات بتربح أخلاقك ومبادئك وإنسانيتك أوقات بتربح أوقات بتربح ترابيتك حسب أنا بحاول قدمة فيي مش مشان شي لا خوفا من اللي جاي ولا خوفا من العقاب ولا الثواب ولا شي أنا بس مشان كون عم بعمل باللي بريحني باللي بعمل لي سلام إليه أول شي ولا اللي حولي وتاني شي بس تكون عميش اللحظة اللي ما بملك غيرها بصدق وبعمل لا أكتر ولا أقل طب نحن عمنا أزمة خبز ومصاري وبنزين في أزمة أخلاق بالبلد ما هو كله بيولد كله كله بيولد كله ريت مرة هيك شي على الفيسبوك جملي ما عرف زرح أعرف أقولها موتامو بس إنه إنه خطيئة هذا الزمن إنه ما عم نعرف إنه عم نخطي عرفت أليه يعني أصبحت الخطيئة الإنسانية ما عم بيحكي على الخطيئة التشريعية أو إنه أنت القصص اللواء المفروض عليك لا عم بيحكي لشي الإنساني إنك تكذب بطلت عم تعرف إنك عم تكذب حتى مش بس عم بتشرع كذبتك صلنا لمرحلة المود في طبعنا بطلنا عم نعرف قديش نحنا عم نغلط أو عم نقذ بما في عم نقذ حالنا لأنه هذا بعيشك بارتجاج داخلي ما بينعكس على سلامك تبه بعد أناعة أنا مش عم قل لك إنه أنا تحولت يعني وقعت على الحصان وتحولت من شاول لابولوس لا أنا تراكمات والحياة بتتعلمك إنه أنت بوقت من الأوقات بدك بدك تخلص حيلك تخلص روحك وتعيش هالكم سنة اللي عليك بسلام هادي هي كل الخبرية طب هل قريت على الفيسبوك متابعة على السوشل الميديا مش كتير بس أوقات مثلا بتحبها بتمأثر فيها لا لا ما كتير صراحة في إلى إيجابيات صغيرة يلي هي الماركتينج ونس تتواصل عن بعيد مع بعضها وإلى آخرها في إيجابها كتير سلبيات كتير للأسف لأنه جعلت من كتير من الناس إنه يطرحوا حالهم بايما ويصدقوا بهذا العالم الافتراضي الوظيفة أو العنوان اللي فرضوه على حالهم وعلاك يعني صار في كتير صحفيين صار في كتير محللين صار في كتير فنانين صار في كتير كوميديين صار في كتير البخض منه منيح بس البعض الآخر مصدق هذا العالم الافتراضي وعم تنعكس عليه شغلة بطريقة عاطلة وعم يكتر عم تكتر الفوضى إذا بدك خاصة بالمجال تابعنا بالمجال تابعنا ووسيلة تعبير جدا هيني ووسيلة تعبير متاحة للجميع ويعني مافيكش تعمل رقابة لأنه كمان مافيكش تمنع الحرية بس أنه يرات ناس تعمل رقابة عذاتها بالهجومات يعني أنا عمد الله ما حدا بيهاجمني بس أنا بتفرج كيف يهاجموا بعضهم مش معاول اللغة يعني ووانسفرما كنت عم تحكي عن أزمة الأخلاق هون بتشوف ايه انه فعلا فيه أزمة أخلاق بالتعاطي بس من حديثك جورج ومخبه وراء ومخبه وراء شاشة رفت وليه وبيكتب صح بس من حديثك كأنه في عندك عطب كتير عن ناس ايه حقيقة ايه عندك عطب على اللبنانية اليوم مش بس على اللبنانية على الإنسان بشكل عام وعلى اللبنانية بشكل خاص لأنه مسؤولين نحنا طبعا عن اللي نحنا فيه طبعا أكيد مسؤولين يعني هذا الوجع مش مفروض علينا ومن صد لا 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 كما تكونوا يولى عليكم وبالنتيجة الطبقة السياسية هي مين هي إفرازاتنا صح مظبوط يا ملأ طيب خلص ما بدناش كتير نفوت بالموضوع لأنه ما بدنا نزيد في كتير ناس موجوعة ما بدنا نزيد وجع على الوجع أو لوم نجيين نعاتب حدا بس خلينا نكون صريحين ونوقف قدام حال نعاتب حال المراية ونطلع مظبوط ونقول أنه نحنا شركاء في هذا الخراب وشركاء أساسيا وفينا أول شيء نشتغل على حالنا ثورة ذاتية فردية على كل واحد ووحدة من هذه القصة الصديقة أنه لازم بل أن يتغير المنهج تربوي كله ما فيه غير حال تاب التاريخ؟ مش لاش تاريخ آخر هم التاريخ المنهج تربوي يتحول تربة ومش بس بالمدرسة و بالبيت و بالبيئة و بالمجتمع بأي معنى نحن مجتمع منهجنا تربوية كلها خلينا نحكي عن أهم منهجان تربوية يعني المدرسة و البيت منهج طلقينة بلقنك شو بيعرف بلقنك شو ملقن بلقنك إن كان بايك و إمك و إن كان مدرستك و نحن هذا الشيء هالتلقين هيدا المتوارث وقفنا محلنا و حجرنا و قوقعنا المناهج اللي ترتقي بالنفوس و بتفيد المجتمعات هي المناهج التفاعلية عرفت أليه؟ مشان هيك أنا كتير بصر إنه لازم بالمنهج التربوية تنفرض المواد الفنية وتكون علاماتها توازي المواد العلمية لأن في مقولي بتقول عطول أنا بقول و فخور إني عطول بقولها علم الولد يرسوم العصفور بيبطلي أوصوا عن كبر فكيف بالحر إذا عم تعلموا مسرح أو موسيقى أو رسم يعني عم تعلموا يرسوا من نفس البشرية عم تعلموا يحب حالوا بالمعنى الإيجابي وهذا الحب و دي نعكس على غيره و كذلك الأمر بالبات أنت مش بس إنه تقلوا ما تكذب عم بتلقنوا إنه ما تكذب أول شي ما تكذبش قدامه أنت ما يتفاعل مع كذبتك ثاني شي الحوار والنقاش كتير مهم كتير مهم بالبات يعني قامت لأيامي على مشهد أصحابه الأعز إنه كيف بحكي مع بنتي وبقال له إنه أنا ربيتك هايك 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 بس أنت صار عمدك 18 أنت حرة أنا ما فيه يوقف قدام حريتي طيب ما هيدا حوار وهيدا الحوار بعزز السئة لما أنت بتعزز السئة بين الأهل والولاد بتصير خيارات الولاد أحسن طيب زي لاك حكيت عن أصحابه لأعز وقتا نعرض نعرض الفيلم أنا شخصيا كتير حبيته بس في كتير ناس ما حبيت في كتير ناس هاجم تسبت شوهت مش في لبنان عملوا العماية مش في لبنان وكان خاصة موضوع المثلية الجنسية أنت خفت أنك رحت لهيدا المحال أبدا أبدا بالعكس الفيلم عم بيبشر بشي أبدا ما عم بيبشر بشي الفيلم عم بيطرح نماذج موجودة بالحياة موجودة شئناها مقبائنا خلص يكفينا إزدواجية بقى خاش نتخبه ولا أصبعنا هادي نماس في ناس بيقول لك طيب لأ إذا هذا مش لازم ننشر غسيلنا خي كيف بده ينضف غسيلك إذا ما نشرته يعني إذا ما غسلته ونشرته كيف بده ينضف غسيلك بقى وبرضه برجع بيقول لك الفيلم ما طارح حالو مصلح اجتماعي ولا عم بيبشر بشي عم يطرح نماذج موجودة بالمجتمع هذا المثل اللي مستحي أنه يخبر رفقاته لأنه بده يقوم عليه ويخبر أهله وفزعين من مجتمعه صح وهيدا الأمر اللي وقعت بالروتين وعم بتخون جاوزه وهيدا الكوبل اللي وقع برتابة بالعلاقة ومعاش عم يعرف يحب بعضه وهيدا اللعبة اللي موجودة بالحياة الاجتماعية مش اللعبة يعني الواقع الموجود بالحياة الاجتماعية ف يعني نحط بشكل كتير كتير صريح الفيلم من وجريء صريح فقط لغير يعني حكي القصص بصراحة بس ما أنه جريء يعني تخيل هذا الفيلم ما فيه ما فيه باوسة ما فيه ماسكت إيد ما فيه صح بس عم يحكي عن مواضيع بالسو تاكست فزعت فزعه نحنا بنفزع نواجه بيقلك موليار أكتر من دحك على البخيل بمسرحية البخيل هو البخيل بحد ذاته لأن الرمي العلي اللي فيه على الحجل عم بيشوفه وصار عم يضحك تيقلهم للناس أنه أنا مش بخيل أنا عم بيضحك على البخيل ولما يوجد واحد بيهاجم أنا عم بيقلك أنه أنا مش هاك يعني جورج أنت ففزعان يواجه حاله أنت مع معالجة المواضيع الشائكة أو المثيرة للجدل أكتر طرحة مش ضروري معالجتها برجع بيقلك يعني اليوم أنت ممكن مصرحك تطرح فكرة المسلية ليش لقا ليش لقا ممكن تنطرح المصرح حبيب بالنتيجة العمل الفني هو مريه للمجتمع مريه للحياة مريه للبيئة إذا القصة والحكاية والحبكة والمصار والرؤية والدواعي تابع العمل بيحمل أن يكون فيه شخصية ليش لقا ليش لقا بالعكس بالعكس تمام وبطرحها مثل ما أنا شوفها ومثل ما أنا حب أنه تنطرح وبس طب هاك هاك أختنا من الإنسانيات رحنا على الشغل كتير ملفت قديش عندك اهتمام بزويل احتياجات الخاصة طبعا وهذا مش أنه تربيح جميلة أو سالفي أو صورة حطيتها عندك لا هذا الشغل صار لك عشرات سنين تشتغله حتى دمشتهم بمسرحك وحتى فيلم غدي نعم اللي كان من كتابتك نعم علشت فيه هيدا الموضوع نعم ليش عندك اهتمام بهاي الفئة من المجتمع عم بهتم بحالة لأنه أنا من زويل احتياجات الخاصة وكلنا من زويل احتياجات الخاصة كيف؟ كلنا كل إنسان عنده حاجة خاصة ناس عنده حاجات فكرية، ناس حاجات عاطفية، ناس حاجات عائلية، ناس حاجات جسدية، ناس حاجات كلنا عندنا حاجات خاصة هنه هوا الشباب وصفوا هيا حاجاتهم مبينة هيا الفرق بيننا وبينك رفتالية حاجاتهم جسدية مبينة نحن مخبّيين شو اللي عم بتعالجو فيك من خلاله؟ كتير قصص قلتلك الصراع الصراع اليومي هلا ما بديش فوت موضوع هيدا كتير كبير بس هدا موضوع عام إنساني إنو أنت بتخلق وبينفرد عليك كتير قصص وبينفرد عليك مبادئ وإيام وإلى آخرين وبينفرد عليك بيئات وبينفرد عليك فأنت بدون قصد بتكون عم تربي الأنينية اللي فيك طب أنت لما بتطلع إنسان أنانة أو إنسان مستوحد وهذا مش حاجة خاصة أنت لما بتكون نفكر حالك كيان قائم بحد ذاته منك جزء من كل هادي مش حاجة خاصة أنت لما بتكون أوقات قد ما بتحب شغلك وبدك تروح فيه للكمال وبتصير إغايتك تبرر الوسيلة تعايت عفلان وتعايت عفليتان بس تتخلص شغلك بترجع تنتبه يا عم لأ هذا إنسان ها مش حاجة خاصة صح كلنا عنا هالحاجات خاصة عرفت لي والأسئلة والجدليات وشو عم نعمل هاون ولاش مارئين من هاون وشو شو إلو طعمة كلها تريب كله هادي أسئلة تتعبي لك جابس جواتك طيب فإذا كلنا عنا هاجات خاصة أكيد بدون شك إن كانت عامة وجودية أسئلة وجودية وإن كانت خاصة العلاقة بتربيتك ببيتك العلاقة بعلاقتك مع جيرانك مع بيقتك مع مدرستك مع استاذك اللي كان يتطلع فيك بالغلط يمكن يعني إنه حتى بالمناهج التربوية غير إنه منهج طلقينة سخيف وسطحة عندك المنافسة أنا ما بقى أمين بمنافسة قبل كانت كل حياتي مبنية على المنافسة إنه أنا عم بلعب فوتبول بقتل ما أتسلى باللعب همي إربع وأنا وعم بعمل الرشارش بدل ما أتسلى بالرشارش وأعمل شيء أنا مقتنا فيه همي تطلع أحلى وحدة وش عم بحكي عني أنا بحكي عني وحتى أهلك إنه لاش فلان سبقك لاش فلان دين بعلمونا نكبر بالعرض ندعس على بعض نحن عم نكبر مش بالطول وكل واحد هو يعلم وحتى اللي ما علي وصل لهون إذا مكتفي ومبسوط ومش عم يأذي حتى نفسه ولاش لا فهذا الفكر التنافسة فكرك ما أنه حاجة خاصة لتثبيت الزيت ولا تقول إنه أنا هون وأنا موجود وإلى آخرين أكيد بصر عناه مرض لفكر التنافس أكيد بصر عناه مرض طائف التنافس مين أقوى مين أقوى ومين بدي يسبت حاله مين ربه أقوى ليش من دينه أقوى لأنه الإنسان ضعيف بدي يسبت حاله وبدو يقول أنا هون وبدو ينتمي وبدو يلاقي معنى لوجوده فيك تلاقي معنى بغير طريقة لما اشتغلت مع أكسوفيل مؤسسة طعنبي زوية الحجات الخاصة اشتغلت معه مسرح وأدركت مدى الفرح والطيبة والإنسانية اللي ما فيها أي زغل اللي عندون وشفت بالمقابة المجتمع مهمشون بينظرهم بفوقية أو بعيدائية أو بشفقة أو بأحسن الحلات بلا مبالات طلعت لقيت إنه إذا نحنا مش قادرين نتقبل واحد خلقت ربه طب أنا كيف بدي أتقبل حتى من غير معتقد أو من غير دين أو من غير سياسي أو 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 في يكون مني معه بس مجمور اتقبله واتقبل طرحه وتناقش قانوية ويتقبل طرح تقدر نوصل لنتيجة وقال لما منوصل عرفت علي ما نحنا كمان خاصة باللبنان أفراد قوية لأنه بيظل اللي دولة 500 سنة قوينا طرحينا عمل دولتنا الخاصة كل فرد يعمل دولته خاصة قوية كم واحد رئيس جمهورية حاله قوية أنا نيتك كتير كأفراد لبناني ناجح وانما كان كجماعة فاشلين طب هاي مش حاجة خاصة مجتمعية ملا طب هاي الجماعة كيف بتصير أقوى عن جاد هيك نصيحة كيف بتصير أقوى هاي الجماعة لك مختصر مفيد بيشكون عن بعض خايبك تتقبل الآخر أول شي بدك تحاوله بدك تناقشه وبدك تهط يعني تهط إيدك بإيده تنقدر نوصل ل نظام إنساني نقدر نعيش فيه ما نقعد النقنق وأنا بمسح وبكنس بيتي سبع مرات بنهاره بكب الورقة بالشارع بنا نروح على مطرح كمان إنساني وأنت كمان علاجته بالعمق لما كتبت أو شركت بكتابة فيلم كفر نحو من الفيلم اللي عمل ضجة نعم عمل ضجة بالأسكار عمل ضجة على نتفلكس يعني على كل المنصات عمل ضجة نعم نظلامت بهذا الفين؟ من أي ناحية؟ ما أخذت حقك؟ لا بالعطس يعني راحت الهمروجة كله لندين لبكي وجورج خباز لا بحق الله أتقل لك شو أول شيء هذا الفيلم رؤية ندين لبكي هذا الفيلم فكرة ندين لبكي أنا استدعيت كصديق وكشخص بتآمن فيي ندين وبأفكاري وأنا حبات قضية الفيلم وأنا كنت جزء من خمسة كتبه ندين على رأسهم اللي هي هادي رؤيته وأنا كنت أول مرة بحياتي شارك بالكتابة أنا بكتب وحده أنا ما بعرف أكتب مع حدا كورايتن ولكن حسيت أنه هيدا الفيلم بوتانشي كبيرة ولما ندين لبكي أنا كتير بيحترم وبصدق زكاها لما ندين لبكي بتقلك بدي إياك معنا على طولة الكتابة معناتها في شيء لازم يصير بمطرح أو بآخر لا بالعكس نحنا خمسة ندين لبكي جهاد حجايلي مشيل كسرواني خالد مزنر وأنا كانت طولة مثل هيدا نقعد عليها ونحكي ونتبادل الأفكار والآخرين لأ نحط اسمه بمشاركة جورج خباز وأنا طلبتها الشيء بتعيدها؟ مع ندين إيه؟ مع غير ندين الكتابة المشتركة حسب مين وكيف ووين ولاش وشو الهدف في شيء عم ينشغل ليسينما يعني ما غلطت لما أنا قلت إيه على كفر نحوم لأن شفنا النتيجة عرفت لأيه؟ لا أبدا من ظلمت وبدأ لك شغلة وين ما بتروح ندين وتسأل عني أو حتى ويت ما بتسأل وبتحكي بأصلة مثل ما بيقولون وأنا كذلك الأمر لأنه هي صديقتي وعننا نفس الهم الإنساني حكيك صراحة أبدا من ظلمت وأنا بعرف يعني ما تعطى الهم أنا ما بنظلم لأن بعرف أخد حقه وبياخده بالأصول وبالتفاهم أبدا من ظلمت في شيء موضوع في شيء مشروع كتابة سينماية جديد إيه معنا دين لا كتبت أنا فيلم اسمه الواوي هلأ بنا نبلش نصور قريبا جدا يعني بيحكي على البيئة الحاضنة رح يكون سيريز ورح يكون فيلم فيلم أوكي هلأ السيريز صورناها صورنا البحث عن برندو الشرق أو برندو الشرق يلي هي من كتابة إخراج أمين دورا طديقة وأمل عرفة رح تكون معنا أمل عرفة المبدعة معنا كمان بالبطولة ومعنا بمثلين كتار يعني تحقاش عبد برنو خيف إنسح هلأ بخبرك وهذا إنتاج الصباح الشركة اللي بنعتز فيها كتير شركة الصباح شركة لبنانية بتبيض الوجب الإنتاج اللبناني والعربي على بلاتفورم شاهد كمان شاهد عم بت تغني إذا بدك المكتبة العربية الدرامية وعم بتساهم بإنه تطور صناعة الدرامية بالعالم العربي برندو الشرق هو بيحكي بالتمانينات بتدور أحداثه بيحكي عن كواليس ما بدي كتير أحروع عناصر المفاجأة بس عن كواليس الفن السينمائي والميديا وكلها والإخبار يعني كيف كيف يركب بس ها شو عم بتبرموا في شي عم بتبرموا عليه عبراندو الشرق عبراندو الشرق عبراندو الشرق براندو الشرق هو بكرة ما بدي أطول عناصر المفاجأة ما تجرني خبر القصة بس بس هي لكي بنتيجة طريق بحث عن الزات بعدين نكتشف جوا مثل ما كنا عم نحكي هلأ بالحديث إنه هذا الزلمة عم يفتش المخرج اللي هو يوسف عم بلعب شخصيته أنا بطريقه هو عم فتش عبراندو يكتشف إنه هو عم فتش عبراندو لقى حاله بالغلط حالو رح نتشوفك أكتر بكتابة المسلسلات خاصة هلأ مع وضة المنصات أنا بيتطب لقليه صراحة يعني عم بيقى عبراندو كتبته لأنه أنا عبالي مسل الشخصية الأساسية وفي رؤية كاملة متكاملة كذلك الأمر الواوي ممكن أن مسل من كتابة غيري يعني هلأ في نص لرامي كوسا كمان إنتاج الصباح من 30 حلقة لرمضان في دور عرض علي عجبني كتير ورح مسله عرفت علي ممكن كتير اكتب لغيري ما بعرف لأنه صراحة أنا بيكتب بكتش يعني بيكتب يعني لما كتبت أساسا أول ما بلشت اكتب بي عبدو عبدو كتبت لإخلق فرص لحالي كمسل بحكيك صراحة فأي متى بدي أوصل لمطرح أنه اكتفي من أنه يكتب لحالي كمسل وبلش يكتب لغيري ما بعرف هذا الإعلام مثل برنامجنا مثل برامج كتير نحن هلأ ببردج نكون صراحين نحن هلأ بجسر ما بين مرحلة ومرحلة إذا تحضر لما كانت عم تنتقل السينما من السينما الصامتة إلى السينما المحكية مصبوط فكانوا ضايعين الناس وضايعين الممثلين حتى في بعض ممثلات فشلوا لأنه هي كتير حلوة بالسينما الصامتة بس تحكي صوتها مش منيحة أو صوتها ما عنده حضور ففشلوا وقعدوا بالبيت عرفت علي فنحن هلأ بمرحلة البردج بعد مش عارفين إذا هيدا إعلام بديل أو مش بديل أو هيدا ترينيج لإعلام ثالث من نوع آخر ما فيك تعرف من هلأ بس بالنتيجة بدك تكفي بالممكن متلو بيقولوا تعرف قدش ناس بتحبك عجاد رح نعرف نحن وياك نحن نزلنا على الطريق عملنا فوكسبو لهولو وسألنا الناس عنك وسألنا الناس شو ناطرين منك ونحضر الفوكسبو نحن وياك ونرجع منك بالعادة كان نفس جديد منتناول حالات اجتماعية سياسية واقتصادية لكن اليوم بالذات رح نكون عم نحكي عن حالة مختلفة لما يكون الإخراج والإنتاج والتمثيل والكتابة موجودين بشخص واحد معناته هيدا الإنسان بحد ذاته هو حالة أوه جورج خباز هيدا اللي بيطل اللي بيناور التلفزيون هو هيدا المطلوب خليني يقول لأنه وبيضحك بضحك بس مانه إنسان تافي أكيد مسرحياته والأفكار اللي بيطرحها بتقدر تحاكي واقعنا واللي بيلفتني أكتر إنه حالة إنسان من كان كبير أو صغير بيقدر رح يحضر مسرحيته منحبه كتير لجورج خباز وقاله زمان معي من المسرحيات جورج خباز إنسان رائع إنسان فنان كبير إنسان عبقري كل الأعمال اللي عملها من تمثيل أو أخراج أو تأليف رائع جدا 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 يعني أنت مش ضروري تستعمل اللغة المبتزلة والحركات والإيماءات الجنسية الغير المحببة لتوصل رسالتك دايما جورج زكي بإيصار رسالته جورج خباز المبدع نحن سألنا الناس وهيك كان رأيها فيك رجعنا لكم على برنامج نفسة جديدة نستقبل معنا هلأ غنو عطية وجاد الحاج متدربين ببرنامج دي أرقايا الأعلامة أهلا وسهلا بسم الله عليك يعني الناس بتحبك بالستيديويات والمسالح وعالطريق حبيبي قدام هم هاي المحبة كيف لكان نعيش مننا نحن من هالمعنويات من النتيجة بقلك المسرح أو الفن المشهدي هو فن تواصلي إذا ما وصلت للناس في مشكلية أعرف ذلك أنا بكيف بس أعرف أنه واصل للناس في علاقة بين يبينهم الإنسانية وروحية تتخطى الفنية أو إيه فأنا بحب إتلاقة بالناس عقد ما الناس بتحب تتلاقة فيه وجاده غنوة عندهم علاقة كتير مميزة أنه من أشد المعجبين بأعمالك وبمسيرتك وهن رح يكون لقلهم اللي هو هلا يسألوك أنا جاهز نحنا اخترنا ما نبدأ بأسئلة تقليدية وبالتالي اخترنا اسماء مسرحياتك وحطى هنا هم ضمن أسئلة سريعة تفضلي جاهز؟ جاهز شو نحطرنا مسيبة جديدة؟ نحطر أكتر من هاك ما بعتقد فيه مصيبة أجد من بلبنان يمكن لا يعني أنه ينقطع الدواء مثلا ما بعتقد فيه مصيبة أكبر من هاك حكيكي صراحة دواء الكانسر مثلا داخل لا فيه شي يعني فيه حصار أخو أخته يعني أنا بدي أسألك اليوم مين هو الكذاب الكبير وكن بدي أخد على هذا بهذا السؤال الشقة السياسية بس إذا بدك لأنا عم نحكي تيار بعمق ورحي بالحديث كيف جاوبني على هذا الشيء؟ ما بأنا عم نحكي كأننا المجتمع نحنا مجتمعنا بيكذب على حاله وبعطي مثل ردة فعل مثلا بعض الناس على فيلم مثلا الردة فعل الكبيرة لأنه مجتمعيش إزدواجية شو المطلوب من الشباب اليوم؟ مطلوب إيمان بلبنان والمطلوب إنه إذا كانوا طيور مضطرين إنه يهاجروا ما ينسوا الشجر وإذا كانوا شجر مشلشين بأردون ما ينسوا الطيور فنحنا ما رأينا كتير نحنا جيل اللوكس وجيل اللي بندرس على الشمعة والجيل اللي ننزل نوقف بالصف ثلاث ساعات طي يطلعنا نصرة بتتخبز والجيل اللي قطعت البنزين نحمل جلونات وننزل يعني مرأنا وجيل حرب تطلع من البيت ما بتعرف أي ساعة بترجع أكيد مش لازم نتعود على المصيبة أو نعمل أدابتاسيوم على المصيبة كارسي بس بدنا نوقف ونقاوم بإنسانيتنا مختصر مفيد بإنسانيتنا ويتعاطينا مع الآخرين ومع حالنا مطلوب من الشباب اللبناني ينتمي أكتر خاصة هذا الجيل ينتمي أكتر للبنانين وما يقول البلد ما قدم لي شي البلد مش شو اللي بقدم لك انت اللي بتقدم له فرجيني شو بك تقدم له سيد جونش بدأ أسألك على شو مش مختلفين بلبنان على اللينكيات شعب منكي بيقول لك هون اللبناني بيحب الطائفة وبيحب زعيمه مش بس هايك حتى من الطائفة الوحدة بس يصير فيه مونديال برزيل ولمانيا بيروح قتلى بمعناها تمنوا شعب يعني شعب منكي شعب بيستفز بيستفز حاله بيستفز الآخر هادي مشكلتنا هادي المشكلة الكبيرة انت مش مهم انت شو مين مهم انت عكسي هات لنبلش نلعب بيم بون الاستفزاز حكيت عن المناهج التربوية وانا حسات بمحل كتير كبير انه كل هادي كنو مطروحين بشخصيتك بأصحاب ولا أعز الأب وليد حسات انه انه انت هيدا الكاركتر أو يعني يعني انت كتير بمثلك يعني بمثل حقيقتك يعني ما حسات انه هيدا الكاركتر بعيد عنك قريب بالمضمون قريب بالمضمون كتير بس بالشكل لا هو طبيب وهيكي ورصين ورايق بعيد الشرع وبحب في المطوخ بيضى طبع شيء اللي يعني فبالشكل بعيد بس بالمضمون ايه انا صراحة احكيك بكل صراحة اذا عندي بنت بفكر مثله واذا واصلي الازمة معي بحياتي زوجية اللي هون كمان تفكر روح شوف اذا المشكلة مني قبل ما عم ردد فعل انا حابب اطلع شوية كمان من المحور اطلع من المحور حابب احكيك عن البترون انا بعرف انت قداش البترون عزيزي عقل قداش بتحب البترون في حدا ما بيحب ضاعته لا اكيد كب انيا بدا كمان طبعا ضاعت امي جل الديب مش كثير مشهورة بالاعلام بس البترون انا ناخد نحن لا جل الديب كل عمرة مشهورة بالاعلام اي لا اصبق انت يعني ضاعتك التاني لا عطول بيجي بسيرتها امني اخدها خطر انا بتعنيلي جل الديب وليل جل الديب جل الديب على فكرة بس تخبرك عن جل الديب جل الديب هالي فيه الرابطة السقفية الاجتماعية اللي انطلق مننا كتير في النينين منهم زيادة الرحبانية بمسرحات سهرية وامي وبيتعرفوا عبعضهم هونيك وكل ولادها الضاعة بيجتمعوا على السقفة بهذا النادب يعنيلي كتير شمال مسرح يعني مسرح بتقطع بتصير بالانطلياس يحدوها من الجنوب مسرح بتقطع شرطوت ريانو بتصير بالزلق فالمسرح طبعا كان فيه جواتا سينمات كتير أوسكار وإلى آخره فهذا بلدي بتعنيلي كتير غير انو بلدة بات جدة من أهل أمي وبير بيان فيها كمان فبتعنيلي كتير جل الديب درنعطي خلاصاتياتنا اممى البترون بدي اسألك عن البترون انو كلنا شهدنا وشفنا للعجقة اللي اكيد شفتها هايدي المدينة بهيد الصيفية كله واكيد يمكن جاي على مواسم أفضل وأفضل فقدام هيدا المشهد يلي يمكن بمحل معين بيكبر القلب بيفرجة انو الناس مبسوطة جورج خباز بعمقه ما بيكون عم بيشوف انو بمحل معين بهيد الأزمة الكتير صعبة انو فيه نوع من الشعب اللي مبنج ويلي بيهمه الكيف مش مهم كيف لا 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 حقه 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 الانسان بده يعيش نحن موجودين واللحظة انت ما بتملك غيرها بعدنا عم نحكي واهم شي انو تضل المدينة محافظة على الكتير اوتانتيك شو يعني بالعربي يعني الجانب الحقيقي الجانب الحقيقي طبعا ما تتغير معلمها ما تتغير هويتها هيدا اهم شي لا الناس عم تجي تنبسط عم تجي ترفي عم تجي تاخد نفس تحس انو فيه شي بلبنان بعده عايش بشكل او باخر لا انا جدا وبعدين ولاد البترون بدلك شغلي كتير حددت من الهجرة من البترون ومحيطة لا لانو صار فيه فرص عمل صحيح عندها خصوصيتا اهم شي ولاده ينتبه عليها يعرفوا يستسمروا فيها يعرفوا يبرزوا ويعزلوا جمالياتا ويضووا عليها ويجلبوا الناس بكل بساطة بانو الانسان عطول فتش عشي حلو لبنان كله حلو كله ما فيه بلدي بلبنان مانا حلو بمعنو عم نحكي عالفن احنا شايفين انو اللبنان بالسينما وبالفن الى الامام او الى الوراء حسب عمشوف هيدا الشباب الى الامام الى الامام اكيد الى الامام لانو انا بعلم بجامعات وبعرف بحس انو واقوان رايحين و بلاس انو الدراما والسينما تغيرت باخر اربع خمس سنين كتير تغيرت كل الاندستري تغير يعني لما بيصلك في المانعة الاوسكار لبنانية ورا بعضهم بسنتان هادي شغلة لوحدة عظيمة لما بتشوف مستوى التقنة يعني كنا صوري كنا نتمسخر على الدراما اللبنانية صح هلا بتلاقي لا الدراما اللبنانية خرقت العالم العربي مزبو وعم تنحط على بلاتفورمز مهمين كتير مثل ناتفليكس مثل شاهد الى اخره فبتلاقي انه لا نحنا على تقدم وجيل جديد عم يتعلم وعم بيواكب التطور من خلال اللي عم يصلوا على حضنه من خلال التواصل اجتماعي واليوتيوب كل هؤلاء الاخبار فبعتاد انه نحنا رايحين على مطرح احسن بلاس نحنا بحاجة لوسيلة التعبير بعد كل اللي عم نمرؤ فيه شو بدك اركم من هيك وسيلة التعبير اللي هو الفن السابع الذي يجمل يجمل كل الفنون طيب حكينا عن الشباب اللبناني اخر سؤال الشباب يلي بالهجرة شو بتقلنون ترجعوا مش ترجعوا هلأ بس انه خطوا براسكن ترجعوا هلأ بعدين كيف وين لاش اكيد في شقة في كبيرة منكم هون اهليكن تاريخكن تعبكن عم يترجم لمصاري وتبعتوه اكيد في شقة في كبيرة منكم هون بس نحنا بناياكن لكم كمان بقى بيوم الايام ما تنسوا هاي دي الارض ويرجعوا لانه للأسف في سيستامات برا اذا بتشتري برا بتعلاقي بالسيستام خلص فبس يعني ان شاء الله يقدروا يرجعوا بمعظمهم لانه نحنا بحاجة لطاقاتهم كمان هون بس برجع بقلهم انه مشكورين جدا لانه تعبهم او جزء من تعبهم وجزء من تضحيتهم عم بيزهر هون بيعيالهم يلي هني وقفين حد صحيح اغنيتنا اليوم حبيب قلبي وهاك عبيتنا ودقات مطرح حساس فينا وانا حب بقول للناس انه يمكن انت من الاقلال اللي بيحق له يقول للي برا رجعوا لانه نحنا ما فينا نقلكوا نرجعوا اذا ما نحنا كنا عم نزبطهم صح وجورج خباز هو واحد من كتار عم بيشتغله باختصاصه على انه هيدا البلد يصير افضل واذا ضياعنا بتصير حلوة متل اللي عطو واذا شغلنا بيصير غنة متل شغله واذا احلامنا بتصير واسعة متل احلامه بيصير كلنا صوفينا نقلكون انه هيدا البلد رجع حلو رجعوا جورج خباز بدنا نتمني لك الحظ بدنا نتمني لك النشاط والنجاح بالتليفزيون بالسينما عالمسرح وبكل مطرح بتزوره طيه يصير حلو متل بيتك الله يخلي لانه كل استوديويات استوديويتك كل بيوت بيوتك جزيزي جزيزي شكرا للكون ونطرينك على المسرح ونطرينك بأعمالك جديد هذا الكم بدأقوله نطرينك على المسرح خلي لي اياكم انا بدأ شكرا كتير رضايف عكل اللي قلته وانا كنت مبسوط ولو ما مبسوط ما طلع مني كل هالكلام انت بتعرفني جاد وغنوة مشكركم من قلبي وانا برس اطلع فيكن بجيلكون وبجديتكن وكتار لي متلكون بشم الأمل بلبنان فنحن كمان متكلين عليكم شكرا نصبع واخر اشتركوا في القناة تابعوا كل حلقات نفذ جديد على قناتنا خاصة على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توف انستجرام وفيسبوك وفيكم تسمعونا بودكاست على سبوتيفاي وانغامي ما تنسوا دايما سبسكرايب فولو لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة